ريالي للوعي المالي مبادرة تعليمية ضمن برامج إدارة النشاط الطلابي بتعليم مكة المكرمة لترسيخ مفهوم الاستثمار المالي لدى المجتمع التعليمي وتطوير مهاراتهم وتنمية معارفهم حول ثقافة الادخار المبادرة إحدى مبادرات شركة شدكو الاجتماعية وقعت اتفاقية مع وزارة التعليم هدفها من هذه المبادرة توعية الطلاب بالكرامة المالية وقيمة المال في الإسلام والتثقيف حول الوعي المالي وثقافة الادخار والاستثمار يهدف البرنامج بإذن الله تعالى إلى نهاية عام 2020 لتدريب أكثر من مليوني طالب وطالبة على مستوى مدارس التعليم بإذن الله تعالى على مستوى الوزارة البرنامج حقيقة يحظى باهتمام كبير من وزارة التعليم من معالي الوزير ومن الإدارة العامة للنشاط الطلابي وتفاعل كبير جدا من الميدان الطلابي ومن رواد النشاط ورائدات النشاط لهم اليوم نحن في هذه المبادرة في مرحلة تدريب وتأهيل سفراء وسفيرات ريالي على مستوى المملكة استهدف البرنامج ما يقارب المئتي سفير وسفيرة لتدريب عشرون ألف طالب كتدريب مباشر ومئة ألف طالب كتدريب إلكتروني خلال هذا العام وذلك لتهيئة النشأ في الحفاظ على المال وليكونوا أفضل تعاملا مع مسؤولياتهم المالية في المستقبل والله استفدت استفادة كبيرة بتعليم أن تعلمت كيف طريقة الادخار كيف عملية الاستثمار من المال كيف أنه لازم الإنسان يخطط ويضع ميزانية لكي يستفيد منها فيما بعد وبالنسبة هذا البرنامج مفيد جدا للأشبال من أجل تعليمهم من الآن بأن المال له دور أساسي في حياة الإنسان أنا كرائدة النشاط أولا كيف نفهم الدخار وكيف نعرف الاستثمار وكيف ممكن يعلم أجيالنا وأولادنا أنه يتعلم فن الدخار ويستفيد أنه يطور نفسه ويعمل مشاريع صغيرة يبدأ تنمو معه مع الوقت ويبدأ يفكر في مشاريع من هو صغير لحد ما يكبر ويحقق أحلامه رواد ورائدات النشاط الطلابي تفاعلوا لهذه المبادرة التي توفر البيئة التنافسية المناسبة لدى الطلبة في بجال ريادة الأعمال والاستثمار وتحفيز روح المبادرة نادر العتيبي الإخبارية مكة المكرمة